حتى يستفيدوا من موضوعنا لهذا اليوم. درس البرنامج او درس اليوم مهم جدا. راح نتكلم بالدرس الان فاركز معي هذه تقريباً 45 دقيقة من هذا الدرس حتى تقدر انت تتعلم وتعلم اولادك كيف يتحرر. ومناسبة لما يصل ابنك الى مرحلة عمرية مهينة انت مسؤول عن امر معين راح نهكيه اليوم انك تاخده من نقطة معينة الى نقطة اخرى. مهم جداً الكلام اللي انت ومهم جداً العمل اللي انت لازم تعمله في حياة اولادك. ممكن ابنك يعاني من غضب. ابنك يعاني من فتور روحي. ابنك يعاني من ضعف معين. فيحتاج مساعدتك في بعض الاوقات او في كثير من الاوقات. مش بس مساعدة انك انت تصلي معه او تصلي. لا هو محتاج انك تكلمه. محتاج انك تفهمه. فاتخلوا عينه حتى يقدر ايضاً هو يرى الامور التي اه على قلب الرب انه يعرفها. فدرسنا اليوم مثل ما حكيت هام جداً. موضوع الدرس افضل افكرك في الحق الشرعي والامتلاك الروحي. الحق الشرعي والامتلاك الروحي. خليت انا مجموعة من الاسئلة ويمكن انت عندك اسئلة ايضاً تقدر اضيفها على الاسئلة اللي انا خليت. هل يمكن ان اكون مسيحي مولود من الله واعاني من لعنة الاجيال؟ هذا هذا السؤال الاول اللي كان شاغني. هل ممكن هل يمكن ان اكون مسيحي مولود مسيحي او قبلت المسيح مخلص؟ او مولود من الله واعاني من لعنة من شار من امر الى حقني بالعائلة مثلاً فقر الى حقني ابوي فقير مثلاً ابوي اتعرض او امي اتعرضت لاعتداء من ابوي هل انا رح يلحقني هذا الموضوع وروح لابني ايضاً؟ هل لما يحصل اقتصاف العائلة من الماضي؟ هل ممكن انا ايضاً يحصل على حياتي اقتصاب او ضرب او قلم او whatever؟ هل ممكن تحصل هذه الاشياء؟ انا مش عم بوجه اسئلة حتى تردوا عليك. انا بخلي اسئلة حتى نرد عليها مع بعضها. هل يمكن ان اكون مسيحي مولود من الله واعاني من لعنة الاجيال؟ او ما يزال هناك خط دم عائلي؟ او حق يتبعني؟ يؤذيني؟ ويخرب لي حياتي؟ طبعاً انا خليت بعض الاجوبة المختصرة راح احكي عنا بعد شوي بشيء. بشكل اوضح. احكي عنا شوي بشكل اوضح. طبعاً الجواب للسؤال الاول. الجواب نعم من الممكن ان يحدث هذا. والجواب لا لانه تم التعامل مع اللعنات. يعني في جوابين للسؤال الاول. نعم ولا. راح اشرح بعد شوي ما معنى النعم ولا. طيب السؤال الثاني. هل يحق للزوج للزوج ان يكسر. الزوج المؤمن طبعاً. ان يكسر اللعنات وارفع الحقوق الشيطانية. لزوجة الغير مؤمنة. الجواب نعم. ايضاً بشرط ان يفرق بين القوة الممنوحة له من الرب والسلطة التي اخذها باعتباره رأس للزوجة. هذا جواب مختصر. راح احكيه بعد شوي بوضوح اكثر. طيب ماذا عن زوجة مسيحية لكن لا تؤمن بوجود شياطين. رجل يؤمن ومرأة لا تؤمن. او مرأة تؤمن ورجل لا يؤمن. كيف ممكن تتحرر هاي الزوجة التي لا تؤمن. او الزوجة الذي لا يؤمن. بوجود ارواح شريرة. او مسيطرة من ارواح شريرة. والطرف الاخر يؤمن. كيف اتعامل بهذا الموضوع. راح نشوفه بعد شوي. هل ذهابي للعرافين. لاجل انجاب الاطفال. او لاجل كسر قيود الفقر. او لاجل الزواج. يعطي الحق للارواح الشريرة بامتلاكي وتعذيبي. ويعطي لها الحق بالتواجد في حياتي والسيطرة. الجواب نعم. اشكر الاخوة عم بيردوا المكاني. الجواب نعم. وقد يمنع عنك. كل شي انت بتروح فيه للارواح للعرافين. راح يعطيك يا. لكن بشكل روحي. يعني انت راح بدك تزوجي. يعطيك زوج روحي. انت بدك امور مادية. يعطيك روح ما من. انت بدك كن عندك اطفال. وقد يعطيك طفل معاق. او يمنع عنك الاطفال. او يخلي روح شريرة اسمه مولوك في رحمك. حتى ينتقل عبرك الاجيال. ويحصل على حياتك هذا الموضوع. فقط. طيب. كيف اعرف اني تحت لعنة الاجيال. هل هناك مؤشرات. او علامات معينة. الجواب نعم. هناك سبع مؤشرات لوجود لعنة. في حياة الانسان. انا راح اقول هاي الاشياء السبعة. لكن مش في هذا المقطع. بس اقول بعض الاشياء. مثلا. بعض العلامات الخارجية هي الاحلام المزعجة. بعض العلامات الجسدية هي عدم الارتباط. بعض العلامات من حولي هو الفقر المادي. بعض العلامات الاخرى لما اكون في صلاة معينة صلاة روحية فيها حضور الرب الاقي نفسي تنغمر عيوني بالبكاء. او يكون عندي غضب. او اكون تحت تأثيرات مثل المشروب والتدخين واللي تقودني للجنون. يعني انا مش بتكلم عن مشروب والتدخين بحدود. لا لا. حتى هذا الحدود طبعا لا. لكن انا بتكلم عن هذه الاشياء تكون بشكل مفرط في حياتي. وبالتالي تقودني الى مرحلة الهيجان والجنون والغضب. وبأمور غير طبيعية. ايضا علامة اخرى هي الحوادث المتكررة. مثل الاسقاط المتكرر. الاغتصاب المتكرر. الحوادث. مثلا خلال شهر صار عندك اربع خمس حوادث. خلال شهرين صار عندك ست حوادث. سيارة انت واقف بالترافك جاء سيارة ضرابتك. او وقعت انكسرت رجلك بشكل مستمر. وكل مرة تقع في نفس المكان او في نفس الوجع نفس المكان هي انكسر اكثر من مرة. هذا علامة على وجود ايضا لعنات على هذا الموضوع. طبعا في امور اخرى مثل فقدان العقل. الجنون. الكآبة. كل انواع التوحد. كل هذه الاشياء. الاطفال الموردين معاقين. كل هذا علامة لوجود خط دم. علامة لوجود خط دم. رحكي عنه بعد شوية بتفصيل. انا بس عم بعطيكم مؤشرات قليلة. برحب باختي كوفا رحمة صلينا لك. وتوقعنا تيجي تشاركي معنا. اهلا وسهلا فيك في الوسط. اهلا وسهلا في جميع الاخوة الموجودين معنا. طيب. خلونا ندخل شوي اكثر في هذا الموضوع. اشرح هذه الاسئلة بقدر الامكان. احاول بقدر الامكان اوصل هذه المعلومات. اه مهمة جدا انك انت تعرفها. اول كل اشي. اريدك تفرق. او او. بين امرين هامة جدا. تفرق بين ما معنى كلمة لعنة. وما معنى كلمة حق شرعي او قانوني. تفرق بين اللعنة. وبين الحق او الشرع القانوني. لانه احنا كثير نخلط ما بين اللعنة. وبين الحقوق الشرعية او الحقوق القانونية للعدو على حياتنا. ما معنى كلمة لعنة. الكتاب المقدس. حكانا كثير عن كلمة لعنة. لكنه حقيقة ما اخذنا اللعنة بالتعريف الدقيق. اللعنة هي روح شريرة. اسمها روح اللعنة. اللعنة هي روح. فلما انا اجي اتعامل مع اللعنة اأمر هذا الروح. اقوله باسم يسوع. روح اللعنة انا بكسرك. روح اللعنة انا بطردك. روح اللعنة انا بتعامل معك مباشرة. روح اللعنة هو اسمه روح الشر. روح اللعنة هو نفسه يقلك انا شرير. لما يطلع قدامك روح الشرير يقلك انا الشر او الشرير. اعرف انه بيتكلم عن لعنة. اسمها روح الشر او روح الشرير. فروح اللعنة هو روح شريرة. هذا الروح منتقل ينتقل من الأجداد لسبب لكم تفرقون بين أمرين مهمة آدم لما أخطأ آدم لما أخطأ اللي حصل أنه أخذ لعنة إذن اللعنة تيجي نتيجة عدم طاعة الراب أو عدم سماع كلمات الراب وموجودة في تفنية 28 تقدرون تكروها فرقوا بين اللعنة وبين الحق اللعنة تيجي نتيجة لأن أنا ما كن الطاعة بشكل واضح لكلمات الإله القدير في العهد القديم ما طاعها لسبب عدم الطاعة دخل شيء اسمه لعنة آدم أخطأ بعدم الطاعة لوصية الرب دخلت لعنة فقط تبع على كلامي لعنة فقط لم يدخل حق شرعي أو قانوني على آدم ما دخل اللي دخل هو روح شغير بسبب عدم الطاعة عندما أخطأ آدم بعدم الطاعة لوصية الرب دخلت لعنة فقط ولم يدخل حق شرعي أو قانوني على آدم لذلك كل من أخطأ من الناس على مثال آدم تدخل لعنة لذلك الجميع تحت لعنة لأن الكتاب قال الجميع أخطأوا على مثال آدم أي أصبح الجميع تحت تأثيرات روح اللعنة كل إنسان بعيد عن الرب هو تحت لعنة كل إنسان سمعوني هو بعيد عن الرب هو تحت لعنة واللعنة تشبه اليد هذه اليد تنتقل من جيل إلى جيل آخر فتيجي تدخل من آدم وهي ماشية هذه اليد الأشياء اللي عندك مثلا مكتوب على حياتك إنك تكون مثمر تجي هذه اللعنة تمسك الثمر وتسرق مكتوب على حياتك تكون فيه ارتفاع تسرق الارتفاع مكتوب على حياتك تكون غني تسرق الغنى تكون صحيح تسرق الصحة هذه اليد تمتد تسرق من حياتك كل الأشياء في غلاطية 3-13-14 تكلم الكتاب عن الطريقة اللي تكسر فيها اللعنة من خلال عمل المسيح على الصليب لكن هذا العمل اللي عمله المسيح يحتاج إلى قبول يعني لازم أنا أقبل أقبل عمل المسيح أقبل الأشياء اللي أطلق زي الخلاص لو أنت المسيح أطلق الخلاص إلى كل العالم لكن من الذي تمتع بالخلاص؟ فقط الذي قبل المسيح مخلص تمتع بالخلاص نفس الشيء اللعنة هي شر متناقل لما تقبل يسوع مخلص بحياتك وتعلن أنا بكسر كل لعنات متوارثة من على حياتي من خلال قبول العمل المسيح تتوقف هذه اللعنة تتوقف هذه اللعنة ماذا تنتقل من جيل إلى جيل آخر؟ تتوقف هذه اللعنة يد تختطف الأشياء من جيل إلى جيل آخر هي قائمة في حياة الإنسان إلى أن يتم كسرها وتردها أنت تترد اللعنة من خلال أنك تتعامل مع روح شريرة عم تترد هذا الروح عم تترد هذا الروح لما تترد هذه اللعنة من قبل عمل المسيح على الصليب توقف تأثيرها يمكن أن تنتقل إلى الأولاد والأجيال ممن أخطأوا على شبه آدم أي العصيان والتمرد على عصايا الراب وجود اللعنة لا يشترط وجود الحق الشرعي وجود لعنة لا يشترط وجود حق شرعي لذلك في كثير من الأوقات نسأل الأرواح الشريرة لما أصلي مع شخص أسأل الروح أسأل الشيطان قلوا هل عندك حق شرعي؟ بعض الأوقات يقل لي إيه عندي حق شرعي لذلك لما يقل لي عندي حق شرعي أسأل سؤال آخر ما هو الحق الشرعي؟ رح يحكي لي ما هو الحق الشرعي فأخذ هذا الروح أخليه على جنب وأصحي الإنسان لأنه الإنسان هو الوحيد الذي يقدر أن يكسر الحق الشرعي مش الروح لما الإنسان يكسر الحق الشرعي الروح أوتوماتيكيا انكسر الحق الشرعي لذلك أسأل بعض الأوقات يقول لي لا أنا ما عندي حق شرعي أنا أحاول أجد حق شرعي أنا أحاول أبحث عن حق شرعي أنا أحاول أدور في حياة هذا الإنسان على حق شرعي ليه عندما تدور على الحق الشرعي ما هو الحق الشرعي ليه الشياطين تبحث عن حق شرعي وما هو الحق الشرعي الحق الشرعي هو السلطة هو القوة لتنفيذ الشرع يعني لما يجيك رجل بوليس يقف أمامك عنده السلطة وعنده القوة عنده السلطة وعنده القوة هذا الحق الشرعي سلطة وقوة لتنفيذ الشرع أي يعطي الحق يعطي الاتفاق يختم على موضوع معين هذا الموضوع هو عمل حق شرعي لهذا الموضوع أوضح السلطة والقوة لتنفيذ الشرع عنده كسر الوصايا العشرة فرقوا الآن ما بين خطيئة آدم اللي أعطت لعنة وما بين الوصايا العشرة اللي أدت في خروج عشرين كسر الوصايا بشكل عمدي هو قوة شريرة تعطي الحق للشياطين أن تدخل وتمتلك في حياة الإنسان أعيد هذه النقطة كسر الوصايا بشكل إرادي بشكل عمدي بشكل مرتب له بشكل قانوني يعطي الحق للأرواح الشريرة أن تدخل على الإنسان وتسكن في هذا الإنسان وتمتلك في حياة هذا الإنسان كسر وصايا الرب لأجل أغراض شخصية كتاب قال مثلا لا تزني لكن أنا زنيت هذا كسر إرادي عمدي هذا الزنة شو بيعمل؟ هذا الزنة بيعمل حق هذا الزنة بإرادتي أنا فتحت باب لأرواح شريرة وللعنات حتى تيجي وتدخل وتخترق حياتي بالهذا السبب لما أنا أفتح الباب بشكل إرادي بشكل رحت على عراض حتى يعمل لي سحر عبدت التماثيل والوصية الثانية بتقول اللي يعمل تمثال منحود صورة ما من السماء من الأرض وينزل إلى آخر إلى الجيل الثالث والرابع من مبغضية كلمة مبغضية معناتها عم يعمل أمر بإرادة كاملة بعقل كامل بقرار كامل وعم يكسر وصية بإرادته مش مجبار بإرادته لما يكسر وصية من خلال الإرادة من خلال العقل من خلال الفكر من خلال الترتيب والراب يحكي لك هذه الوصية لا تعمل يبقى أنت لما ترتكب هذه الوصية فيه لعنة متناقلة من جيل إلى جيل بالمناسبة من يقول إلى الجيل الثالث والرابع هو بيتكلم على النسبة الأقل المانيمام الأقل إيش ثالث ورابع تبع على كلامي أقل شي ثالث ورابع من مبغضية أما أحساني إلى ألوف المحبية وحافظية وصية إذا الحق الشرع يدخل بكلمة مبغضية تكون الشخص الذي على حياته حق الشرعي الرب يتعامل معه كشخص قد أبغض الراب لأنه كسر وصايا الراب كسر الوصية الأولى تحب الرب إلا كسر الوصية الثانية كسر الوصية الثالثة كسر 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 الوصايا إلا أنه وصل للآخر إلا أنه وصل للآخر لما يصل للآخر لآخر نقطة معينة هذا معناها وصل للمستوى العالي فهون يجي العبد ويأخذ حق الشرعي في الدخول وجود حق الشرعي يستلزم وجود لعنة اللعنة ما تستلزم وجود حق لكن الحق الشرعي يحتاج إلى لعنة فلا يوجد حق شرعي حق قانوني بدون لعنة يعني لما تجي تتعامل مع شخص وقال لك الروح الشرير أنا عندي حق شرعي مباشرة لازم تفهم أنه هذا الحق الشرعي يتبعوا لعنة اسمه روح اللعنة ويتبعوا أرواح شريرة ويتبعوا ذاكرة شريرة أيضا ويتبعوا مكان حتى يكون يجلس فيه وينتلك ويسيطر ويتعامل معاه مثل ما واحد عنده عقد سكن عنده عقد ملكية بيت فملكية البيت كل ما داخل هذا البيت تكون من حقه كل أمور في هذا البيت من حقه عنده القدرة على أنه يفتح ويدخل ويتعامل ذلك كل مكان فيه تماثيل كل مكان فيه بيت فيه تماثيل وتعبد هذه التماثيل لا تقل لي أني أنا عندي تمثال كيف أعرف أنك أنت تعمل التماثيل ببساطة جدا لما تجي أنت تولى شمعة قدام تمثال كلمة شمعة معناها شخص مستعد أن يحرق نفسه لأجل أمر معين هاي معنى كلمة شمعة أنا أحرق نفسي شمعة لما تحرقها أنا بحرق نفسي لأجل أمر معين أو أنا أجي أبخر لأجل أمر معين أو أرنم أو أسبح أو ألمس أو أسجد أو أركع أو أتأثر اللي أنا بعمل له قدام هذا التمثال هذا معناها عبادة مش شرط أنه تأخذوا للبيت تقول أنا لا بخلي ذكره وأنا بتعامل معه بهاي الطريقة لا كل عبادة معناها تعلق شمعة لتمثال أنت بتقدم له عبادة تسجد لتمثال تقدم له عبادة تخلي إيدك على تمثال وتبوص بهذه تمثال هذه عبادة سجودك عبادة وجود تمثال في مكان حتى لو أنت قاعد على الكرسي في المكان هذا ووجود تمثال في هذا المكان أيضا عبادة حتى لو أنت مقمت بأي فعالية أو أي شيء ليه؟ لأن المذبح والذبيحة هي واحد هي واحد الذبيحة اللي عم تقدم هي بتعلن ذبيحة لهذا السور أو لهذا التمثال وأنت موجود في وسط هذه الذبيحة أنت عم تفتح باب على حياتك بهذه الطريقة إذا لازم تفكر بالكلام اللي أنا عم بحكيه وجود حق شرع يستزم موجود لعنة أيضا فلا يوجد حق شرع يبدون لعنة الذهاب العرافين عمل الحجابات تعرف؟ كل حجاب بتعمله هذا ورقة ورقة ملكية ورقة ملكية الساحر يعمل لك ياخد منك شعر ياخد منك بلابس ياخد منك شيء ويدفنه بالقبور هذه ملكية هو كيخلي شيء ملكك أنت يعطيه بتاعة ملكية شخص آخر الحق الشرعي شخص يبحث عن القوة شخص يبحث عن الشهرة شخص يبحث عن الغنى من خلال تقديم دبائح دموية كل دبيحة دموية كل خروف تذبحه لأجل قوة أو شهرة أو غنى أو تروح على سحر يقول لك أعمل لك ذبيحة هذه الذبيحة كل دم هو حق الشرعي الماسونية هي حق شرعي لو في ناس في عائلتك كانوا ينتموا للماسونية حتى لو حكالك أنا 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 ما ما أخذت معاهم أنا ما أعملت عهود أنا مجرد أطلق عليه كلمة ماسوني معناها عنده عهد عنده عقد عنده التزام مع روح البعل في البعل مباشرة يقول لك هذا إلي الإسقاط المتعمد للأطفال بدون سبب صحي هذا حق شرعي الإسقاط لما يكون عندي إجهاض يكون عندي إجهاض هذا حق شرعي كل مرة سلم بي أمرك بقيه تلعده أنت عم تدخل في حقوق شرعية أنت عم بتنفذ وصايا إبليس اسمعوني ما هي وصايا إبليس هي عكس الوصايا العشرة بالضبط فكتابه قل لك لا تزني إبليس قل لك إزني فأنت كسرت الوصية دخلت تحت فقرة اسمها إزني أنت دخلت تحت فقرة الحق الشرعي لا تسرق أنت تسرق أكرم أباك وأمك أنت تبغض أباك وأمك بغضة كراهية عبادة وثنية قل الشيء يدخل تحت حق شرعي عكس الوصايا العشرة كل شيء يشير من عنده كلمة لا ست وصايا الأخيرة شير من عنده كلمة لا رح يشوف نفسك دخلت تحت حق شرعي للعدو وبهاي الطريقة للعدو رح الانتحار لو شخص انتحر لو شخص انتحر مش مهم الظرف اللي انتحر لأجله لحس انتحر قتل نفسه قوس نفسه حق شرعي الانتقام تعرف لما لما يكون عندي شخص ردي ينتقم بسبب أمر سقط على حياته ظلم مثلا نعطيك أمثال من خدمتي مهمة جدا لازم تفكر بيا مثلا أم جدة كبيرة أولادها وأحفادها ما اعتنوا فيها وهذه الأم وهذه الجدة بدأت تتألم بسبب هذا الموضوع ولعنت الأولاد ولعنت الأحفاد وتريد تنتقم لأنه أهملوها بعد ما قدت طول حياته تخدم هاي كسر للوصية الرابعة إذن دخلت لعنة ودخل حق قانوني بسبب كلمات أطلقات شخص اللي يقوم بعمليات قتل قتل متعمد أيضا تدخل حق شرعي تدخل وتجي لعنة منتقلة عبر الأجيال ويدخل حق شرعي وابتلاك في حياة الإنسان ويصعب بالمناسبة صعب جدا أنك أنت تحرر إنسان عنده أو ساقط تحت تأثيرات الحق الشرعي صعب أنك تحرر من الأرواح الشريرة إلا بعد معرفة الحق والتعامل معاه وكسر اللعنة وطرد الشياطين صعوبة الموضوع لأنه الشيطان أصبح لدى حق الملكية تعرف لازم تفرق بين سكنة وحق ملكية بعض الأوقات لما تجي هات تعريفات ببعض الأخوة يعرفوهن يقول لك امتلاك لمسة تأثير خارجي لا حبيبي هي الشغلتين يأما العدو قد امتلكك امتلاك كامل وهذا يعطيه حق شرعي يأما العدو دخل في مجالات معينة وهذه معناتها لعنة ما في شيء اسمه بره وجوه وداخله لا هي مكانتين يأما يدخل يمتلكك نفس وروح وجسد وهذا حق شرعي يأما يدخل ياخد جزء من حياتك وهذا معناتها أنه السيطر على سلوكيات معينة في حياتك تلقي نفسك تصلي 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 وترجع على نفس الخطيئة تصلي 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 وتتبكت ترجع على نفس الخطيئة أو أنت عايش بره تلاقي نفسك غضب سكر تدخين عيو شريرة شهوة أذية للعالم ترافقها أرواح خوف تلقي كل شيء موجود ليه؟ بسبب هذا الحق حق الملكية امتلكك أخذ عندك ملكية كاملة لازم تفكر بهذه الطريقة لازم أقف وأكثر هذه الحقوق من على حياتي شهوة زنة خيانة زوجية ضرب اعتداء كل هذه الأشياء لو تمت بإرادة حرة وتمت بترتيب معين هذه كلها تعطي حقوق شرعية للشياطين للدخول على حياتي إذن لازم أفرق لعنة هو روح شريرة هذا الروح يجي نتيجة تبعيتنا لآدم تبعيتنا لآدم آدم الأول أخطى المسيح صحح ما أخطى وآدم الأول إذن المسيح استرد لنا هذه الأمور من آدم الأول آدم لما أخطى دخلت عليها لعنات لكن الحق يجي نتيجة كسر الوصاية العمدية بشكل عمدي يعني مش إنه إنسان تصرف بشكل غير عمدي دخل عليه حق قانوني لا كسر بشكل عمدي تحب الرب إليك لا أنا أحب إني أقدم دبائح لآله أخرى فتروح شكل عمدي هذا المفهوم لازم تفهمه الآن أوضح لك أكثر هناك مفاهيم غير واضحة للمؤمنين والكنائس في موضوع الحق الشراء اسمعوني هل قد يتعرض المسيحي للإفطهاد شوف هل وقفنا الآن المشكلة اللي قادمة من الأجيال طب أنا بحياتي هل ممكن يدخل على حياتي حق شرعي أو أمور نعم لو أنا اتعرضت للإفطهاد الروحي أو الجسدي أو الظلم الأخوة العابرين كثير من عندهم يتعرضون للظلم يتعرضون لمحاربات جسدية يتعرضون لمحاربات روحية يتعرضون لكلمات إساء أو إهانة من العائلة هل هذه الأمور ممكن يدخل على حياتي قوة شيطانية غريبة نعم ممكن يدخل على حياتك هذه القوة ليه وأنت تدخل على القوة سمعوني العدو يهاجمك بهاي المواضيع ينتظر من عندك ردود أفعال ينتظر رد فعل فلو هجم عليك العدو بيروح ظلم بيروح حزن بيروح كآبة بمواضيع معينة وأنت كان رد فعلك رد فعلك أنك أنت حدرت أخلاقيا أو خرجت خارج الحضور الإلهي أو بديت تعيش تحت تأثيرات الأمور اللي أنت حصلت على حياتك هذا رح يفتح باب لدخول أرواح شريرة وأمتلاك حقيقي لحياتك من قبل شهر رح لقى نفسك مهما تعمل أنت حزين رح تلاقي نفسك مهما تعمل أنت تعاني من موضوع الكآبة تلاقي نفسك كل شيء يدخل على حياتك يسبب لك مشكلة معينة شلو الأمر الآخر اللي يفتح الباب للحق الشرعي التعديات على الحرومات لما شخص يتعدى زن المحارم زن المحارم الاعتداء والاقتصاب في أعمار مبكرة لو أنت تعرضت إلى اعتداء أو اقتصاب لو أنت تعرضت في عمر خمس سبع سنين إلى اعتداءات من هذا النوع أو زن المحارم الأخ والأخ الأخوة والأخوات هذا حق شرعي للعدو هذا أنا متكلم عن حياتي الشخصية أنا أنا تركت الأجيال باخد مرحلة أخرى هي حياتي الشخصية والحق الشرعي اللي يكون أنا بحياتي لو أنا بحياتي عائلتي قاموا بعمل ذبائح دموية وأنا بعمر معين وأنا شفت هاي الذبائح هل ممكن تأذيني نعم ممكن تأذيني ممكن تدخل على حياتي بمشاكل ممكن تدخل على حياتي بأمور معينة لو أنا عندي ولد وصال عندي سرقة واخذت هذا الولد الطفل إلى العراف والعراف قال لك خليني أجيب مي وخلي ابنك ينظر في هذا المي ويشوف مين سرقك مباشرة ابنك يدخل في أروح شريرة لأن ابنك ملا يقدر يشوف إلا من خلال عيون العدو إلا من خلال عيون أروح شريرة لو أنت رعت على الشخص من أقاربك وخلى رصاص فوقك يعني خلى مي ورصاص صب رصاص في الماء أنت طفل ش كسر للوصايا بشكل إرادي الحق الشرعي هو كسر للوصايا بشكل إرادي وبشكل موافقة العائلة لما أنا كون طفل وعندي اب هذا الاب هو مسؤول عني لغاية سن 18 سنة هذا السن القانوني حسب الدول حسب الناس نفس هذا السن القانوني بحسب الدول هو نفس قانون سماوي السما أطلقت هذا الموضوع فاعتمد إذن أنا لو أخذت ابني أنا عم بفتح على ابني وعلى نسلي وعلى أولادي هذا الحق الشرعي وبالتالي رح يكون هذا الولد واقع تحت اللعنة وواقع تحت حق الشرعي بسبب هذا الولد ممكن يتعرض إلى أمراض جسدية ونفسية وروحية وإعاقة وبالتالي أنا أولد أولاد معاقين أولد أولاد عندهم توحد أولد أولاد عندهم مشاكل من هذا النوع لازم أنتبه على هذه الأمور الموضوع مش بس هلك شعبي سبي شعبي المؤمنين عم ينسب وليه عم ينسب مؤمن حلو يحب الراب لكن يجي بحياته واحد من أولاد ويحصل عنده إحاقة كيف تصرف هل هذا طبيعي لا مش طبيعي هل أقبله كأمر طبيعي لا ما أقبله شي طبيعي هل لما أروح للدكتور وما يعطيني علاج هذا موضوع طبيعي لا مش موضوع طبيعي إذن هو موضوع روحي لازم أبحث لازم أفكر لا تاخدوا الكتاب المقدس سطحيا لا تاخدوا بشكل سطحي لما تقرأ معين أنا لما أقرأ أخذ ساعة أجلس مع الرب على شهد واحد أقول يا رب فهمني هذا الشهد نور لي عيني أريد أعرف يا رب اليوم جلست مع الرب قل يا رب قل 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 الحق هو عمل إرادي أنا أم بفتح حق على نفسي مثل ما أنت تبيع سيارتك وتمضي على العقد مثل ما أنت تبيع بيتك وتمضي على العقد مثل ما أنت تمضي على عقد زواج نفس الشيء في عالم الروح لما أنت تدخل في هاي المجالات أنت عم تنضي والختم يكون الثبيحة والدام ويكون الحق العدو يسبي كل حياتك وبالتالي أنت ضايع ليه ضايع ليه أنا مش عم بتزواج لأنك روحتي بيوم من الليام على عراف وقلت له بدي أتزواج هشو كيف يتصرف العراف أنت بالنسبة للعالم الروحي الآن متزوجة متزوجة من منه متزوجة من روح شريرة هذا روح شرير اسمه الزوج الروحي كيف كيف حصل هذا الموضوع لأنك كسرت وصية دخلت في مجال الحق الشرعي العراف زوجك العراف عطاك يروح مامن العراف عطاك روح إيزابيل بدي أخلص من مرتي عطاك روح إيزابيل هذا اللي يعمل العراف هو يدخلك في هذا المجال حتى يسلب من عندك الأمر اللي أنت جاء أنت جاء فيدي تزوجي إنسان هو زوجك شيطان هو أخذك إلى مجال الشيطنة كل هاي الأشياء تعطي حق الشرعي للأرواح الشريرة للعبور عبر خط الدم اسمعني الحق الشرعي يعبر عن طريق خط الدم خط الدم يعني شنو خط الدم يعني يجي خط دم من فوق من العائلة من دم العائلة ويدخل هذا خط الدم إلى حياتي يقول كذاب المقدس أن روح الإنسان أو نفس الإنسان في دمه فأي شيء تعمله النفس والروح هو ينتقل إليك عن طريق خط الدم عبر الأجيال ومن خلال الأشخاص وإلى المستقبل يعني مش بس أنت يقف عندك يروح لأجل أولادك تلاقي مثلا أحكي مع شخص أو مع روح الشرعي أقوله عندك حق اللي إيه عندي حق من إنت من 200 سنة من 300 سنة من 500 سنة أنا مرة صليت مع شخص كان الحق عنده من 400 سنة أه 400 سنة لم يسقط الحق لم يسقط لأنه ما وجد الاسلوب للإسقاط وما وجد التعليم بالكنيسة اللي سقطه وظل هذا الإنسان 400 سنة جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل يعانون من نفس المشكلة عندي وحدة مقتصبت اقتصبت فلما حكيت مع روح الاغتصاب قال لي أوكي أمها مقتصبت قال لي أوكي ابنها مقتصب الأم وهي والابن إذن كلها أشخاص بالعائلة مروا بنفس الموضوع متوارثة خد دم أمر إرادة ينفتح بالعائلة اقتصاب خزنة محارب علاقات مش هوها جابت حق شرعي تبع على كلامي رح أقوله إليك الشيطان لو عنده حاق مش رح يهتم على مستوى إيمانك مش رح يهمه مستوى إيمانك رح يهاجمك هاجمك حتى لو كان مستوى إيمانك عالي مادام عنده حاق مادام في باب مفتوح مش رح ينظر إلى إيمانك أو كونك مولود ثانية أو لا الشيطان رح يبحث عن خط دم لو قدر أن يجب حق شرعي للدخول رح يهاجمك أرواح الشريرة رح تعمل في حياة أي إنسان لما يكون هناك سلطة أو حق للقيام بذلك بغض النظر عن موقفهم من إيمان ضحاياهم العدو مش رح يهمه أنه أنت شو بستوى إيمانك العدو رح يهمه أنت كيف عم بتمارس إيمانك كيف عم بتمارس تعليمك تدخل في مكان يقول لك لا ما في هذا الحق أنت خلاص بدام يسوع نعم بدام يسوع تكسرت اللانة ما حد يقدر يناقشك لكن لو في حق بالعائلة لو واحد من العائلة مسلم عائلته للشياطين لسبب أنه أراد يكون غني لسبب أنه مكان يريد يعمل هالشيء معاهلا اسمعوني التعليم المسيحي لازم يقترن بالأفعال يعني لما أقول أنا أنه أنا تحت بركة الرب ولكن أنا حياتي مش تحت البركة يبقى ما يكفي أني أنا أردد كلام ما يحصل بحياتي لازم يحصل اللي أنا أنطق فيه حتى أقول أنا تحت بركة لازم أكون تحت بركة حقيقية لكن أنا أقول أنا تحت بركة وأنا مريض وأنا بعاني وأنا فقير وأنا مضروب وأنا حزن وأولادي أمراض واختصابات ومشاكل وأقول أنا تحت بركة أي بركة هذه اللي أنت تحتها لازم أجنب هذا التعليم اللي يقل لي لا أنت تحت بركة لكنك هذه البركة محدودة هل بركة يسوع محدودة أم بغنى وبيفايغ الإنسان لما يكون تحت حق شرعي الروح والنفس والجسد وبعض الأوقات هم الثلاثة مع بعض يضربون ليه؟ لأن هذه الأرواح تضرب الجانب العاطفي تضرب الزواج تضرب التزامات الزوج مع زوجته تضرب المشاعر تضرب المحبة تضرب تخلي الزوجة في نظر الزوجة كانوا قبيحة يروح يزني يروح يدور وهي العكس فيضرب الجانب العاطفي الحق يضرب الجانب العاطفي الحق يضرب الجانب الجسدي بأمراض حوادث متكررة فقر ضعاف يضرب الجانب الروحي الربيس عقال في سفر الرؤية قال لك يا اسم انك حي وانت ميت ضرب الخدمة ضرب الدعوة وبعض الأوقات يضرب كل الموضوع اللعنة هي الشهر من الماضي ما تعامل معها الحق القانوني هو شهر أيضا من الماضي لكن أمر إرادي يحتاج أن توقفه يحتاج أنك مش بس تكسره تكسره تطرد اللعنة تكسر اللعنة تطرد الأرواح الشريرة تنظف البيت اللي سكن فيك حتى يجي الروح القدس يسكن في هذا البيت تخيل أنت شخص عنده لعنة هو على حياته حق شرعي وفي شياطين وفي أمور وساكنة في جزء معين كيف رح يجي الروح القدس ويسكن تعالى ببعض الأوقات أحكي مع رجال يقول لي أشوف زوجتي كأنه روح موت أشوفها سوداء ليش تشوفها سوداء ما كنت قبل الزواج تشوفه ماكوا أحلى مننا وهي تقول لي أنا زوجي ما أقدر أجي جنبه لمدة أيام وأشهر شو الحصل مكانت العلاقة جيدة شو الحصل وين دخلتم بأي مكان شو الموضوع اللي دخل على حياة هذه الأسرة اللي خلى هاي زوجه وزوجة ما يقدر واحد يشوف بوتش الثاني ما عالى من إسزوجه mount 35 سنة까 عندي ناس derived بعد زوج 25 سنة وين كنت وين كنتir لا 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 مقدر أشوف هذا وين كنت 25 سنة شو اصار شو الدخل بأسر بعد ما اطلقوا ازوجوا مع ناس آخرين واذا Hua طلقوا wird وزوجوا معنا شو عم يحصل ليس بالطلاقي طلاقي طلاق الطلاق الطلاق المستمر شو عم يحصل شو ندخل على حياتك حتى عندي ناس أشوف الزوج خمس ست مرات ومستعد يتزوج عشر مرات هذا التكرار هو حق شرعي مصاحب للعنة هذا التكرار يستغلوا إبليس يستغلوا العدو هذا الموضوع هام جدا لأنه هذا الموضوع يفتح باب لأرواح شريرة أيضا لعنات الكلام لما يحصل إطلاق كلام سلبي أو عمل أسحار من خلال روح الانتقام حكيت عنه قبل شوية هاي الأمور لازم تتوقف عنده وتبتدي تدرس هل أنا فعلا في على حياتي هاي الأمور طب كيف أتعامل مع هذه الأمور كيف كيف أوقف تأثيرات هاي الأشياء أو خليني قبل ما أتعاملوا هاي الأمور شلو الأشياء اللي من الماضي ممكن تضرني هاي 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 ياريتك تسجل هذه النقط اللي راح حكيها الآن لأنهامة جدا شلو الأشياء من الماضي ممكن تضرني اللي حصلت بالماضي اسمعوني أول أمر الخطايا التي يفعلونها الآباء والأمهات والأجداد بس مش الخطايا العادية هي الخطايا الكبيرة لو حصل خطايا كبيرة بالعائلة حصل خطايا كبيرة بالعائلة هذه الخطايا الكبيرة بالعائلة كون سبب سبب يعني الآن أنا راح أوقف شوية عد هاي النقطة شوف عائلتك الأب والأم الجد والجدة وارجع شوية شلو الأشياء المشتركة اللي أنت تشوفها بهاي العائلة مثلاً تشوف الأب والجد والجدة يتعاطون الخمور مع الخمور في روح غضب إذن لازم تعرف حتى في خمور وروح غضب لازم في باب فتح بالعائلة دخل هذه الموضوعين وعن طريقة دم رحلت من جيل إلى جيل آخر مثلاً تشوف البنت عندها إسقاط الأم عندها إسقاط الجدة عندها إسقاط للأطفال الرحم ما يحتوي أطفال كل ما تحبل تسقط وكل ما تحبل تروح تسقط إذن في لعنة دخلت عبر الأجيال شخص ابتدى الإسقاط في العائلة شخص ابتدى الموضوع في العائلة أم جد جدة لما ابتدى هذا الموضوع محناته دخل حق قانوني وتلاقي لازم يحصل موت في البيت نقطة ثانية لو بيب العائلة شخص ساقط أخلاقياً يعني الشخص أقوله بالعربي يدور أمور مش يدور نسوان أو يدور زنا أو يدور وتلاقي ابن هذا الشخص يطلع مثله ويطلع بالعائلة شخص من هذا النوع شخص يتصرب بعدم أخلاق ما عنده أخلاق هل هذا باب للعنة؟ نعم هذا باب للعنة يدخل للعائلة رح نكي بعد شوية كيف نكسر هاي الأشياء شخص اللي ما عنده أخلاق لما أنت تسمع قل فلان كان أخلاقه مش جيدة فلان عنده أطفال من أمرأة أخرى فلان عنده الموضوع الفلاني فلان سرق فلان عمل هذا من عائلتي فلان كان عنده مشاكل هذا مش يضربوا هذا مش افتخار هاي خطايا كبرى هاي تنقل حق قانوني إذن لازم تفحص العائلة وشوف اللي راح على حياتك اللي راح على أولادك حتى تكسروا العهود اللي عملوها العائلة مع الشياطين يعني كل مرة لو أنت سمعت أمك جدتك راحت للعراف أو هي تعمل أسحار أو هي عملت أمور معينة من هذا النوع أو عملوا ذبائح أو بخروا أو أخذوا ملابس راحوا للعرافين أو كانوا يتعرقوا كانوا دائما رجلهم عند العرافين والعرافين عدتكم في البيت والسحرة والفنجان والكف وا 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 وكل هاي الأشياء تلاقيها أو نذور أولاد من القديسين لو أنت منذور للقديسين كذلك أنت نذور للرب كتاب المقدس ما يطلب من عندك أنك تنذور ابنك لقديس أو قديسة لو أنت جيت نذرة ابنك راح تشوف ابنك راح ينذور ابنه وابنه راح ينظر بالنتيجة عائلة منذورة لأروح شريرة أنا عندي حالات أنا عم بحكي عن اختبارات أنا عندي ابنة 12 جنوريشنز يعني كل جنوريشن 32 سنة الجاد قد تياخذ قوة قدم ذبيحة وهي الذبيحة قدم فيها كل بنات العائلة حتى ياخذ قوة يتغلب في حرب معينة كل واحدة أصلي من هاي العائلة يطلع عندها أرواح شريرة إلى أن أعرفت أنه هذا الشخص الجاد من 12 جنوريشنز يعني من 600 سنة مقدم العائلة لازم أفكر بهذا الموضوع نقطة الرابعة إذا حصل تخلي وعدم مسؤولية أحد الوالدين اتجاه الأطفال روحيا أهمال أسري واحد بالبيت يشوف رجال مشغلي أفلام رعب أو أفلام خليعة أو يشوف مناظر خليعة ومن مهتم أصلا بالجانب الروحي للولاد بالعكس يشجع ابنه على البشروب يشجع ابنه على السجاير يلفظ ألفاظ غير بذيئة بالبيت يشتم ابنه بطريقة غير جيدة يتعامل مع الطفل على أساس أنه أنه هو الرجل وابنه ويعلم ابنه يقوي ابنه على الأم وعلى أخه هاي أمور تفتح باب للعنات لا لأنه الأب رأس الأسرة فيحتاج يعلم ابنه هذا الموضوع تعرف لما ابنك لما أنا عندي طفل رح يصل إلى عمر 18 سنة والعمر القانوني تعرفش كيف لازم تتصرف لازم تمسك ابنك وتكلم معاه تقول له اسمع في شيء اسمه لعنة متوارثة في شيء اسمه حق قانوني والشرعي اسمع أنا كسرته لكن أنت تحتاج رح تنتقل إلى سن البلوغ فتحتاج أنت أيضا تكسره فتمسك ابنك تعلمه كيف يكسر الحق القانوني والشرعي وتعلم ابنك كلمة الله وتعلم ابنك كيف يصلي ويتحرر لما يصل إلى سنه 18 سنة ويجيب له كيكة وتقول ابني صار 18 سنة أنا فرحان بهذا الابن صار عمره 18 سنة 18 سنة معناته ابنك أصبح عنده الحق أنه يكسر لما كتاب يقول لك سن البلوغ يمكن تقول لي أقل من 18 أو أكثر لا اسمعني 18 سنة لنه 18 سنة أنت تقدر تكسر أي لعنة من على حياة ابنك لنه 18 سنة أنت مخول من قبل الراب بحسب القانون الإلهي أنك تكسر أي لعنة وأي حق شرع على حياة ابنك أنت مخول أنك تكسر كرأس للأسرة لو زوجتك غير غير ملتزمة بالراب وانت اززوجت هاي المرأة وعلى حياة لعنات حتى أولادك ليكونوا على حياة ملعنات أنت كزوج كرأس للأسرة كأب للعائلة لو أنت ما مارست سلطانك وكسرت الحق القانوني والشرعي رح يجي غيرك ويمتلك على بيتك وعلى أسرتك إذن عندك مسؤولية لا تتخلى عن هذه المسؤولية عندي ولد أنا رجل مؤمن عندي ولد وأبني عم بيعاني أجي على الأنسر على العائلة على الماضي أكثر اللعنة وأكثر الحاق مش بس اللعنة يا رب أن أكثر اللعنات ما في حاق وفي سحر ما في تكريس ما في أمور عم تتخلى بهدومك ما في أشياء عم تعمل بذبائح ضدك ما هي عم تعطي حقوقك حقوق ضدك ما دام ابني أو بنتي تحت سن 18 سنة أنا عندي الحق اللي لازم أمارسه الصح أكثر اسمعوني بعد شوية رح نكسر هيا نفسك أكثر اللعنة كروح روح اللعنة المتناقلة وأكثر أيضا الحق الشرعي وأطرد روح المرض وأطرد أي أرواح دخلك لهذا الموضوع وأملأ المكان بالروح القدس أربع خطوات لازم تتعمل بتدقيق إذا أنت اليوم عم بتعاني ابنك عم بيعاني زوجتك عم بتعاني زوجتك لو فرضت زوجتي أنا زوجة بعيدة كتاب قال المرأة تتقدس في الرجل المؤمن والرجل والرجل يتقدس في المرأة المؤمنة حتى لا يكونوا أولادكم نجسين ما معنى كلمة نجسين واحد كورونث السبعة ليش أولاده يجوا نجسين شنو هدف كتابة هذه الآية اللعنة اللعنة والحق القانوني هو هدف كتابة هذه الآية مش حتى يقل الكتاب إذا عندي زوج غير مؤمن أفارق أطلق أطلق ولا ما أطلق لا مش هذا الهدف هدف دي يقل لي أنت مرتبط في زوجة هذه الزوجة ما تؤمن ما تؤمن كيف تتصرف أنا كرجل عندي هذا الحاق أنا كرجل رأسي المسيح مش كلام فعل فعل أقض بإيمان بقوة بسلطان أمارس حقي كقوة سلطان عندي وقوة حق مع الراب أخف وأكثر لا زوجتي ما تتغير خليني أفارق زوجتي وروح دور لي على وحدة مؤمنة ليه أميصل طلاقات بين المؤمنين والخدام والقصص ليه لأني مش عارف هذا الحق ومش عم بمارسه مش عم بتحمل مسؤوليتي كأب أجل البيت تعبان بدي أكله أنام وخلص ما عندي مشكلة بالباقي نقطة خمسة العهد العهد كفنانت أي عهد مع إبليس هو حق شرعي للعدو في الامتلاك على حياتي تلاقي هاي العائلة يمرسون السحر عائلة كاملة تروح مثلا لمكان معين يقل لك فلان يعزم الناس اللي أصلا من الموصل عارفين الناس اللي من محافظة نينوة شمال العراق أو بعض المحافظات الأخرى يقل لك هدول الناس يعزمون عند المسح التعزيم سامعين بهذا الكلام معزم هو والابن والجاد والجدة وعندك عائلة من المعزمين واو عائلة من المعزمين هاي العائلة من المعزمين عند لعنة تبه لما تروح أنت وسط هذه العائلة وهذا التعزيم أنت عم تدخل ضمن عهود شيطانية تعطي الحق يعزم لا أخد شوية مي ويرميه على وشك قل لك أعطيني مصاري ويرميه على وشك وانت فرحان وكأنه انت عامل عامل نشاط روحي مؤمن قل لي لا لا هذا تعزيم هدول عندهم تسلومة سموه تسلومة شو كلمة تسلومة شو تسلومة يعني تسلم من الآباء وتسلم من الأجداد أمر شو تلسلمه تسلم التعزيم أو بنت عنده تفتح فنجان وأمه تفتح فنجان وجده تفتح فنجان أو يفتحه كيف تسلمه كانوا كانوا عم بيسلمك أمر معنك عم بيسلمك لعنة نقطة 6 الأهل العراقي يعرفون هاي الكلام طيب الصدمة الناتجة عن سوء المعاملة لما رجل يضرب زوجته ضرب أو لما رجل يسرق الأولاد لأنه عنده السلطة كرجل لما رجل بخيل يعمل حرمان يعمل أشياء من هذا النوع بليز أنا لسه على الهوى لا حدا يكلمني عن خاص بليز هذه الأمور تعمل صدمة صدمة ناتجة عن سوء المعاملة الفضيعة ضرب سرقة الأولاد حبس الزوجة أو حبس الأولاد حرمان غضب والبخل هذه تفتح باب لدخول الحق الشرعي والقانوني تفتح باب لحق الشرعي وقانوني سبعة الروابط الروحية الفاضحة روابط روحية فاضحة يعني شو روابط روحية فاضحة أنه شخص 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 يطلع برات الأسرة زنة وفجور يلا زنة وفجور مع غير المؤمنين يعني شخص يطلع يتزوج أو يطلع يرتبط مع غير المؤمنين ويدخل في أمور الزنة والفجور الروحي يدخل أو خلينا أوضحها أكتر روابط الروحية أكون في مكان كل الناس اللي في المكان فاسدين أخلاقيا ممكن أسهل ناس اللي في المكان كلامهم كله فساد كله نكت وكلمات سيئة أو يشتم وحكي بالعمق هذا يفتح باب أنا موجود شراكة مع ناس من هذا النوع لازم أقف وأفكر ما دام فيه كتاب مقدس ما دام فيه حق بالكتاب المقدس إذن هذا الحق لازم أمارسه لازم هذا الحق أنا أعيشه على مستوى عالي لازم أفرق ما بين القوة والقدرة أو أفرق القوة والسلطة أفرق بين كيف تعامل مع هذه الأمور لازم أفكر بهذه الطريقة الحق في نوعين حق حق للشياطين وحق للرب الحق للرب قال عن نفسه أنا هو الحق الحق للرب يحميني إذا أنا افتزنت فيه الحق للشياطين تأذيني لأنه تدخل لعنات ومصائب على حياتي وتدمر لحياتي إذن لازم أخذ الحق الكتابي الصح حتى أقدر أعيش بهذا الموضوع لازم أفرق كرجل أنا كرجل لازم أفرق بين مكانتي أو السلطة الممنوحة إلي من عند الرب وبين القوة اللي يعطيها الرب إلي حتى أنفذ هذه السلطة السلطة أو السلطان هو القدرة أو الإمكانية اللي يعطيها الرب إلي بشكل غير طبيعي على التصرف بناء على توجيهات مستمدة من الحق الكتابي هذه سلطة رب يعطيني سلطة من خلال الكلمة وهذا لما الكتاب قال الرجل رأس المرأة هو عم يعطيه سلطة يعطيه سلطة بالوقوف بالنيابة عن المرأة يعني عارفين لو وقف آدم وما أخذ من الشجرة ووقف أمام الرب وقال يا رب أنا بقف بالنيابة عن حوة وبكسر هذه الخطيئة اللي عملتها كان انكسرت اللي أنا حتى لو حوة ما عملت أي إجراء آخر ما كان فاهم هذا الموضوع القوة معناها القدرة على تنفيذ هذا الحق الممنوح من كلمة الله للزوج الله يعطيك قدرة على أن الكلام اللي تطلقه يكون فيه سلطة عندك كرجل سلطة الفصل تقدر تفصل تفصل بين اللعنة وبين زوجتك بين أولادك واللعنة بين المرض واللعنة لما أنت تقف كرجل بالبيت وتقول ابني عم بيعاني من موضوع معين أوكي ليسم يسوع أنا عندي سلطة وعندي القوة أنه أفصل بين ابني والمرض يحصل فصل لأنك أنت ما ياخذ حقك الشرعي من عنده الراب فهذا قوة فلما أنا أطيع الحق الشرعي البث موجود أفتكر لما أنا أطيع الحق الشرعي كرجل الراب يأيدني هذا السبب لما أنا أحرر زوجة أطلب أن الزوجة يكون موجود ليه زوجة يكون موجود؟ حتى لو كان غير مؤمن اسمعوني حتى لو كان غير مؤمن لأنه الشيطان يعلم أنه هذا الزوج عنده حق بأخوذ من الكلمة لذلك حق الشيطان ينكسر لما يكون الزوج موجود في تحرير زوجته لأنه الشيطان يعلم الشيطان يعلم أنه عند الطرف الآخر حق عنده حق راب يسوع لما تحكي عنه بكتاب المقدس في متى عشرة ولوقى تسعة كان يعلم كمن له سلطان إذن عنده سلطان من وين أخذ راب يسوع هذا السلطان؟ أخذه من الآب أخذه من الروح القدس كان يعلم بطريقة بسلطان نفس الشيء زوج الزوج لما يقف ويصلي لأجل زوجته أو بيته أو أولاده سلطة هذا الزوج حتى لو كان غير مؤمن تفوق سلطة الشياطي لذلك يقدر أن يستخدم سلطانه ضد هذه الأرواح الشريرة ويكسرها لا هو الرأس لو أنا عندي طفل أقل من 18 سنة أنا عندي الحق عندي الحق اللي أقدر أمارسه ابنية ولد ذي التبني مش ابني مش من عندي هل عندي هذا الحق؟ نعم الوصي القانوني أو ولي الأمر أو التبني للأطفال المعاقين يعطيني الحاق روحيا بالنيابة عن طفلي القاصر أو المعاق عقليا أول عنده مشكلة أن أقف لأجله وأصلي لأجله وتنكسر كل الحقوق من على حياة هذا الولد حتى لو لم يكن هذا الولد من نسلي هذا كلام مهم ما دام أنا وصي ما دام أنا وصي أنا عندي حق ما دام أنا وصي أنا عندي حق أي واحد يكون تحت مثلا نعطيكم بعض الأمثال حتى تفهمه واختم هذا الموضوع لأن الوقت عم يمشي لو أنا رجل عندي أولادي بالبيت وأنا رأس للبيت واحد من أولادي تحت لـ 18 سنة أقدر أكسر؟ نعم طب لو فوق لـ 18 سنة وساكن عندي في البيت أقدر أكسر؟ نعم بوجوده نعم بوجوده بوجود هذا الشخص لأنه ما زال تحت بيتي ما زال تحت سلطتي المؤمن له سلطان وسلطة له قوة وسلطة خلي هذا الكلام جواتك عندي قوة وعندي سلطة أنا اليوم عندي سلطة ببيتي بنتي دخلت سكنت معي بنتي عمرت 20 سنة 21 سنة بنتي عندها مشكلة بنتي محتاجة تحرير بوجود بنتي ووجودي أنا لأنه عدت في 18 سنة لما أنا أتكلم كأب مش كمحرر كأب مع الروح الشريرة اللي موجود أول مسيطر الروح الشريرة غصباً عنه يخضع لي لأنه عارف أني أنا عندي حق من خلال الكلمة أني أنتهر هذا الروح لو الأم مؤمنة حقيقية مولودة ثانية عند الحق على بنته وعلى أولاده أنه تمارس هذا السلطان فوق 18 سنة بوجوده تحت 18 سنة بغيابه ما في مشكلة بس أنا عندي هذا الحق لو الزوج غير مؤمن أو الزوجة غير مؤمنة كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ المؤمن يؤثر بالحق اللي عنده على غير المؤمن أعيد أعيد هذه الكلمة لو الزوج غير مؤمن الزوجة مؤمنة من اللي عنده الحق الحقيقي؟ من اللي عنده الحق اللي ثائج؟ أو الحق المزيد؟ المؤمن من خلال كلمة الله عنده الحق الحقيقي الحق الآخر يخضع للحق الحقيقي يخضع ينزل تحت في أباب أعلى فلو أنا أم مؤمنة لو أنا خادم مؤمن حقيقي أقدر استخدم سلطاني بس الأفضل الأفضل يكونوا الاثنين مع بعض الأم والآب إذا الاثنين اتحدوا الموضوع انتهى لذلك لما لما تصلّم الحق القانوني لازم تستخدم الجيل متى وثمنتعش آية ثمنتعش وثساطعش كل ما تربطونه على الأرض اسمع كلمة تربطونه كل ما كانوا أكثر من واحد كان في قوة أعظم وخصوصا إن كان الناس اللي معك عندهم سلطة قانونية من عند الراب لما يكون الإنسان اللي معه عنده سلطة روحية سلطة قانونية رح أقدر أنا أكثر حتى لو كان الأب غير مؤمن لكنه وقف معي وأيدني بهذا الموضوع رح يحصل كسر أولاد المسيح يتمتعون بسلطة الحل والربط مش الكنيسة تتمتع بسلطة الحل والربط